صباح الخير حبايبي وين ما عم بتشوفونا اليوم الاجواء طبعا كتير راي عاشوا في الجنوب واليوم مش مش في كندا في شهر 12 طبعا هذا الاشي يعني مش ممكن يصير قليل ما يصير فاحنا حبينا نستغل هذا الموضوع ونعمل اشي اليوم شو راح نعمل تعال افرجيكم طبعا اليوم يوم الكريسماس تفرجيكم شو بيساووا بالكريسماس وكيف الناس بتعمل في الكريسماس لانه فيه اشياء يمكن ما حدا غطاها او ما حدا بيحكي عنها كتير فانا صراحة عجبتني وكتير حاب اغطي عنها تعالوا بعض خلينا نروح نشوف شو راح نعمل اليوم طبعا شايفين هون هدول الاشياء اشياء زبطناها اكل الشرب اشياء هيك خفيفة يعني هدول تعالوا افرجيكم شو راح نبال فيهم اليوم طبعا في كندا يوم الكريسماس هو بيسموه يوم العطاء الفكرة تاعته لا دينيا ولا الفكرة تاعته حتى تكون انه تسوي اشياء او طقوس اخرى غير انك تساعد الناس بيسموه الشهر العطاء الشهر اللي انت بتساعد فيه الناس فانا حبيت هاي الفكرة وحبيت اساعد يعني زي ما بيعملوا الناس لانه فعلا بيساعدوا الناس كلهم ومن ضمنهم انا وكل الاشخاص طبعا اكتر الناس اللي هم بيساعدوهم اللي هم الجالية العربية طبعا هذا انا بحكي لكم اياها وانا بعطيكم المعلومات الصحيحة اكتر ناس الحكومة والناس الكندين بيساعدوا الجالية العربية يساعده بشكل مش طبيعي ولكن انا بشوف انه ما في حدا بي او ما عمل شوفت حدا حط فيديو او حكي عن الموضوع فحبيت صراحة ان احكي لكم وافرجيكم اليوم كيف راح يكون خلينا نروح عشان نشوف كيف راح يكون يومنا اهم شي اهم شي لما تكون انت بدك تعطيهم بدك تعمل اشي اعملوا من قلبك حب هذا الشي حتى الناس اتقدر هذا الاشي حتى انت تشعر في سعادة فعلا يا اخواني بتعرفوا شغلة من اجمل الاشياء اللي ممكن تعملها في حياتك انك تساعد الناس فعلا بيعطيك شعور رائع وشعور انك تحس في سعادة فهي السعادة بتعرفوا شو العطاء هنا طبعا لعننا بلاي ستيشن في واحد برع فيها ما بده اياها يعني بلاي ستيشن كديم اظن بلاي ستيشن 3 بس احنا الفكرة تاعتنا انه في ناس بحاجتها حتى لو انت ما بدك اياها وهلا رايح اوصلها لشخص كان حاطط على الفيسبوك انه محتاج او حدا عنده بلاي ستيشن بده يشتريهو بس احنا ننفاجوا نعطيها اياها ببلاش خلنا نروح نوصل اول اشي لبلاي ستيشن وهيك منكون خلصنا سعادة واسعاد اول طفل عندنا شفتوا كمية السعادة اللي عنده انتو مش متخيلين كمية السعادة بالصراحة ما حبيت اصوره ما حبيت يعني ما بدي احرج اهله بس حبيت افرجيكم الفكرة كديش حلوة كديش انه انبسط اسمعوا البلاي ستيشن مستعملة ولكن الفكرة هي انك تبسط بني ادم مش موضوع سعر الهدية وقيمتها وكذا كمية السعادة اللي في عنده الطفل لا توصف فاسعدنا اول طفل خلينا نروح نكمل مشوارنا خليكم معاي عشان تشوفوا شو راح نعمل كمان والان بدء المرحلة الثانية وهي اعطاء الناس الموجودين في الشارع معنا شوية اغراض اكل ليلهم حضرناهم حتى نعطيهم طبعا هذا بيعملوه بالكريسماس اغلب الناس اغلب الكنائس والناس الجمعيات الخيرية الموجودة هون وحبينا نشارك معهم بتجربة صغيرة ولكن انا بتعطيكم الفكرة احنا شو تعلمنا منهم وشو تعلمنا من العطاء تبعهم خليكم معاي عشان تشوفوا شو راح نعمل الحديث تحبك عن اخر شعالهم وشو تعلمنا من العطاء وشو طفل خلصين وشو طفل الخشم وشو طفل خلصين مجد كسين وشو طفل خلصين وشو طفل خلصين اشتركوا في القناة شوفوا الناس كيفوا في صوتها كثيراً بسطة شوفوا كمية السعادة على الناس شكراً لكم مرحباً لكي تتعلم بكتابة عيش نحن أحبك نحن أحبك نحن أحبك نحن أحبك شكراً لكم طبعاً يوم جميل شيء رائع يا إخوان لا يمكن وصف العطاء كم هو جميل أنا حبيت بس أفرجيكم شوي مقتطفات للأشياء اللي عم بتصير طبعاً هاي بتصير دائماً في كندا ولا أخفيكم الجمعيات والكنايس والناس كلها هون تعمل أشياء فعلاً رائعة وبتساعد الناس كلها يوم جميل فعلاً أنا أبدأ أحكي لكم شغلة يمكن أنا اللي حطيتهم مش إشي كثير ومش إشي لا يقاس في رمز يعني لا يقاس مادياً أو في الأشياء اللي حطينا مصاري عليها لا هو يقاس في أنك تبسط حداً شفتوا كمية الفرح في هذا الرجل العجوز كمية لا توصف يعني فعلاً أنه أنت بس أنك ساعدته ولو في شي خفيف على قد ما بتكتر تساعد ساعد مش ضرورة تحط ألوف ومئات وملايين حتى تساعد شو بتكتر تساعد ساعد شو بتكتر تبسط الناس ابسط ولكن هي الفكرة أنك أنت تبادر وتساعد هذا أحلى شيء أحلى شعور في الدنيا هو العطاء وسر السعادة هو العطاء إن شاء الله السعادة دائماً تكون معاكم أحباي أصدقائي شكراً لكل متابعيني أتمنى تكونوا استمتعتم في هذا الفيديو الجميل أتمنى الناس كلها تكون دائماً في سعادة ودائماً في عطاء ساعدوا بعض وكونوا مع بعض حبوا بعض حتى كل الدنيا تحبك وتكون مبسوط أيامكم كلها سعيد إن شاء الله شكراً لكم